أسبوع يفصلنا عن الموعد المنتظر والمترشحون الثلاثة للاستحقاق الرئاسي يخوضون المنعرج الأخير الحاسم لاستمالة أكبر عدد من الأصوات يأتي هذا في ظل تداخل خطاباتهم في عدة نقاط تمثل محور تقاطع لبرامجهم الانتخابية بداية بالأمن الغذائي موضوع يتربع على رأس الملفات التي أخذت حصة الأسد في الشق الاقتصادي من برامج المرشحين فالمترشحون الثلاثة المترشح الحر عبد المجيد تبون المترشح عن حركة السلم حسن شريف عبد العالي والمترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيشة أكدوا مرارا على ضرورة تشجيع الانتاج الفلاحي لتأمين قوت الجزائريين وتشجيع الصناعات الغذائية وضمان الأمن الغذائي والتوجه نحو الزراعة كبدل تنموي للاقتصاد الجزائري خارج المحروقات أما بخصوص الشأن الاجتماعي فقد أجمع فرسان الانتخابات الثلاثة على الضور الرائد الذي يمثله الشباب والمرأة في النسيج الاجتماعي للدولة فتوفير مناصب شغل للحد من تحدي البطالة لا سيما عن طريق دعم المؤسسات الناشئة إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع لكونها لبنة أساسية في المجتمع الجزائري وبالحديث عن الجانب السياسي فيبدو واضحا لمتتبع الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة التركيز على الموقف الثابت للجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية إذ أجمعوا على استمرار دعم الجزائر لهاتين القضيتين سيبقى دائما قائما مهما كانت هوية الصعيد إلى كرسي الرئاسة لم يتبق الكثير من الوقت عن يوم الاقتراح وهذه النقاط المشتركة التي وضعها المترشحون الثلاثة على طاولتهم تجعل التنفس أكثر احتداما بينهم تنفس قوي ولكنه شريف سيعود في الأخير بالفائد على الدولة والمواطنين الجزائريين الذين يتعطشون لتغييرات مهمة تغييرات تجعل من وطنهم متبوئا للمكانة التي يستحقها إقليميا ودوليا ترجمة نانسي قنقر